نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022 وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تم التأكيد على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير ذلك تبقى للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 من سبتمبر 2021 فضلا عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حاملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة